تتسارع الأحداث في درعا ضمن مرحلة عنوانها إصرار النظام على اجتياح درع البلد ومناورة أهالي المنطقة لإيجاد حل يحفظ كرامة الحورانيين وكالة نبأ المحلية تحدثت عن سحب النظام حواجزه إلى مناطق في رفي درعا الشرقي والجنوبي وكشفت في الوقت ذاته عن مشاركة مقاتلين لبنانيين إلى جانب قوات الفرقة الرابعة في الهجوم على درع البلد أهالي درع البلد أصدروا بيانا دعوا من خلاله وفود المعارضة إلى مقاطعة مسارات التفاوض الدولية إن لم يرفع الحصار عن درعا مؤكدين رفضهم الانزلاق نحو العنف ودعمهم للحل السلمي والنساء كانت مرتاحة بداية حل للمسألة كلها اتفاجأنا بالليل أن المدعو حسام لوقا رئيس اللجنة الأمنية بيرفض الحل أو بيعطر الحل والحال في درعا حقيقة إلى الآن الصبح مفاوضات المسأة اقتحام المسأة مفاوضات الصبح اقتحام المواقف الدولية حيال التطورات في الجنوب السوري جاءت منددة بعمليات النظام العسكرية وداعية لوقفها فالولايات المتحدة الأمريكية أدانت على لسان وزير خارجياتها أنتوني بلينكن ما وصفته بالهجوم الوحشي على درعا داعية إلى وقف إطلاق النار بما يتماشى مع القرار 2254 الموقف الأمريكي ترافق مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي دعا جميع الأطراف لحماية المدنيين في درعا إزاء هجمات النظام المستمرة على المنطقة عبر بيان ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل قال فيه إن الحل الدائم للصراع يكون عبر العملية السياسية التي تحترم حرية وكرامة الشعب السوري في حين أدان المبعوث البريطاني إلى سوريا جوناثان هارغريفز هجمات النظام على درعا معتبرا أنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني ومتعاهدا بالعمل مع شركاء بريطانيا على محاسبة المسؤولين عن الجرائم وفي ضوء استمرار الحصار ومحاولات النظام لاقتحام الأحياء المحاصرة في درعا يستمر النزوح أهالي درعا البلد إلى منطقة درعا المحطة المجاورة حاملين أمتعاتهم خشية اجتياح النظام مع أمل بالعودة القريبة إلى ديارهم ترجمة نانسي قنقر